اختارت الاف المدن ان تغرق في الظلام ساعة كاملة انها ساعة الارض الحدث البيئي الابرز عالميا الذي انطلقت فكرته من استراليا العام 2007 فكرة يقصد منها ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في رسالة لحماية كوكب الارض والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتوعية الافراد باهمية التقليل من استهلاك الطاقة لحماية الاجهال المقبلة السلطنة ممثلة في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة احتفلت بهذا الحدث العالمي باطفاء الانوار والاجهزة غير الضرورية لمدة ساعة المكسيك والفلبين وهونج كونج والصين واليابان وتايوان هذه الدول هي الاخرى اطفأت الانوار في المدن والشوارع في صورة عكست امكانية الاستغناء عن بعض الاضواء لتوفير الطاقة ويعتبر التغير المناخي اكبر تحدي بيئي يتعرض له كوكبنا مع ارتفاع سخونة الارض الامر الذي يؤثر على الانماط المناخية ومصادر المياه واسلوب المعيشة ولربما لا يكون اطفاء الاضواء في غرفة او منزل او مؤسسة مثيرا للاهتمام لكن عندما يقوم بذلك اكثر من مليار ونصف مليار حول العالم فانه يشير الى انه يمكن تقليل كمية الطاقة التي ينتجها البشر يوميا وتؤثر سلبا على جميع الكائنات من حولنا ومن ثم حماية الارض